أعزائي الطالبة أهلا وسهلا بكم في دروسة إلكترونية لمدارس سندباد الأهلية محاضرتنا اليوم رح تكون صفحة 53 بالكتاب عن حل أسئلة الفصل الثاني طبعا من السؤال الأول أنا رح أقرأ والأجوبة هذه قدامكم اختار الإجابة الصحيحة 1. الخليئ الناشئ من اتحاد خليتين جنسيتين تسمى مطين اختيارات البيضة، البيضة المخصبة، النطفة الذكرية، الكروموسوم طبعا الإجابة الصحيحة هي فرعباء البيضة المخصبة ثانيا ما قد تسمى العملية التي يتنصف فيها عدد الكروموسومات طبعا العمليات المطين إياها الانقسام الخيطي، النمو، الانقسام الاختزالي، التكاثر الجواب رح نختار انقسام الاختزالي فرعجين طبعا هنا أنا ويا ما دا أحل الأسئلة أنتو الكتاب قدامكم حتى من أقرأ السؤال أنتو ويايا ثلاثة ماذا ينتج حين تنقسم الخلايا بمعدل غير مسيطر عليه؟ الجواب النسيج، الورم السرطاني، الغدد، الطاقة رح نختار فرعباء اللي هو الورم السرطاني أربعة، كم ينبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية للإنسان الجسمية؟ انتبهوا عليها مطين اختيارات ستة واربعين، ثين وثلاثين، أربعة وستين، ثلاثة وعشرين طبعا رح نختار فرع ألف اللي هو ستة واربعين لنخلايا الجسمية خمسة، أين يحدث انقسام الخيطي؟ مطين اختيارات، أمشاج، خلايا الجلد فقط، الخلايا الجسمية، خلايا النباتات فقط طبعا الجواب الصحيح هو فرع جيم، الخلايا الجسمية ستة، تسمى العملية التي يزداد من خلالها عدد وحجم خلايا الجسم عدد وحجم خلايا الجسم طبعا مطين التكاثر، النمو، الانقسام الاختزالي، التئام، الجروح رح نختار الجواب الصحيح هو فرع باء النمو فرع باء النمو سبعة، ما عدد مراحل دورة الخلية مطين ايضا اختيارات ثلاثة مراحل، أربعة مراحل، مرحلتان وخمس مراحل طبعا جواب الصحيح هو فرع جيم، مرحلتان ثمانية، ما عدد الخلايا الناتجة من الخلية الأصل في الانقسام الاختزالي؟ بالانقسام الاختزال تذكرون هي أربعة خلايا هو شمطينا بالأجوبة أو الاختيارات؟ خليتان، أربع خلايا، ثلاث خلايا، خلية واحدة إذن جواب الصحيح هو فرع باء أربع خلايا سؤال التاسع، ماذا ينتج عن الانقسام الخيطي؟ جواب مالتا، ينتج خليتان تحوي كل واحدة على نفس عدد الكروموسومات للخلية الأصل تذكرون محاضراتنا، قلنا أن الانقسام الخيطي، النتيجة مالتا من خلية الأصل الواحدة ينتج خليتان، كل واحدة تحتوي على نفس العدد لأن الخلية الأصل يشغلت كان عدد الكروموسومات 2N كابتل ومن تنقسم الخلايا الجديدة الناتجة الاثنين هي راح تكون أيضا تحوي على نفس العدد من الكروموسومات اللي هو 2N كابتل سؤال العاشر، ما الطور الذي يستغرق 90% من دورة الخلية؟ تذكرون أن الطور البيني هو من الأطوار اللي تاخذ وقت طويل من دورة الخلية فالجواب هو راح يكون الطور البيني سؤال دعش، متى تتعرض أنسجة الجسم للتلف؟ طبعا الأنسجة ما تتجسم تتعرض للتلف أثناء حدوث جرح أو من الجسم يتعرض لحادث راح نشوف يصير قطع بالجلد وهذا القطع راح يأدي إلى حدوث النزف فنشوف أنه بهاي المنطقة تبدي عملية الانقسام الخلوي وتعويض الأنسجة التالفة إذن تتعرض الأنسجة للتلف أثناء الجروح أو الحوادث سؤال الاثنعاشر كم عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية للإنسان؟ الجنسية للإنسان طبعا إحنا نعرف أنه خلايا الجسمية للإنسان تحتوى على 46 كروموسوم خلايا الجسمية للإنسان تحتوى على 46 كروموسوم هنا نطالب من عندنا الجنسية وإحنا عرفنا أن الجنسية هي تلجأ أو تدخل إلى الانقسام الاختزالي لأن النتيجة مالته نص العدد يعني هنا هو قايا للإنسان فالإنسان 46 كروموسوم نص الـ 46 راح تكون 23 كروموسوم بلاثة وعشرين وكروموسوم هي بالخلايا الجنسية للإنسان لحد هنا تنتهي الأسئلة شكرا ترجمة نانسي قنقر